المزيد ينضم إلينا من جزيرة لابالما بالجزر الكناري موفد العربية إلى هناك ليس بزاري أهلا بك ليس آخر المعلومات المتوفرة لديك يبدو أن الموضوع يزيد سوءا نعم ميسون هيك جو بحتاج هيك شمسية نصف مغلقة فالأمطار والرماد البركاني الذي يهطل على المنطقة كما نشاهد خلفي أدى إلى تعطيل حركة السير أو حركة المرور والتجول في هذه المنطقة وبشكل حصري وبعد الجدل الطويل مع قوات الدرك خلف الكاميرا أمامي حيث نقف الآن يعني دخلنا أحد المناطق التي تم إخلاؤها مؤخرا بسبب اقتراب الحمم البركانية منها والمهم اللافت أن الخوف ليس فقط من الحمم بل أيضا من انبعاثات الغازات السامة في المنطقة فجميع قوات الجيش والشرطة وقوات الحماية في الكوارث الطبيعية يحملون صفارات انذار إلكترونية تقوم بتنبيه هذه القوات بمدى خطر التجول في المنطقة فهي تحوي مستشعرات تطلق صفارات انذار لحظة وصول القليل من جزيئات الغاز السام إلى هذه المنطقة ما يدفع تلك القوات إلى إخلاء مواقعهم على الفور المقلق الذي قاله لي علماء الأرض البريطانيين والأمريكان الذين التقينا أو التقيت أمس أن هناك حمم تغلي وتتدفق في باطن الأرض على عمق يتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترا وهذا يعني أن هناك تدفق محتم قريب من فوهة البركان وما يفسر الهزات الأرضية التي عشنا فجر اليوم وكانت حقا مخيفة ميسون إن هذا البركان ليس كبقية البراكين وحير البيترولوجيست فهو يحقن في جوفه كميات حمم قد تكون لأشهر ويطلقها في لحظات أو أوقات غير مدروسة طيب ليس فيه سؤال فيما يتعلق بي وهو طبعا يعني تدفق في ساعات غير متوقعة كونك تحدثت عن التقص وعن انتقال الملوثات إذا ما صح التعبير ولكن فيه نقطة أساسية أن الأمطار لا تساعد بالتهدئة بطريقة أو بأخرى أو لا الموضوع منفصل كليا للأسف لا ميسون لأن الأمطار هي تصحبها مثل ما بنشوف على دراعي رماد بركاني وهذا يعيق حركة التجول القوات الخاصة التي تقوم بإنقاذ أو حماية الأشخاص في المنطقة وإذا شهدنا خلف هذا الرماد الذي نشاهد على هذه المنطقة المنكوبة فقط سقط في 24 ساعة إذا حكينا كمان عن تدفق عمام البركان كانت غير متوقعة فآخر ثوران له كان عام 1949 وتوقع علماء الأرض أنه خمد ليكون اليوم في نوفمبر 2021 ليعود ليكون أقوى بركان على سطح الأرض نعم يعني نظام في هون بإسبانيا نظام كوبرينوكوس الإسباني التابع للمركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية يملك أجهزة رصد وشبكات إنذار أولية ووحدات طوارئ سريعة للحماية المنطقة وليس كان هناك فيه ووحدات طبعا استشعار تمكن قوات الكوارث الطبيعية بالإنقاذ السريع والمبكر صحيح بس فيه كانت توقعات بمعنى المدة الزمنية التي يمكن أن يستمر فيها هذا البركان وكانت يقال بأنها سيئة جدا بمعنى آخر أنه أشهر حتى يتوقف الآن مع عودته الثالثة إذا ما صح التعبير للثوران هل تمتد هذه المدة أو لازلنا نتحدث عن نفس المدة التي تم تحديدها بالسابق ميسون أذكر تماما قبل ثلاثة أسابيع كنت مباشرا معك في إحدى النشرات وتحدثنا عن شهرين حتى أن يخمض هذا البركان ولكن هذه اللحظة تغير كل شيء فالذي يحدث في أعماق أو داخل فواهة هذا البركان هو أخطر مما يشاهد الإنسان بالعين المجردة والحمم والرماد البركاني وتدفقات التي تخرج من هذا البركان فهناك الخوف من أن تعود هذه الحمم أو النشاط الحممي في فواهة البركان أقوى من العادة مما أدى إلى انبعاث شفنا من يوم انبعاث أعمدة رماد ارتفعت إلى 8000 قدم يعني 2.4 كم وتستمر الحمم بالتدفق نحو المحيط الأطلسي وفي بعض الأحيان تسبب الرياح حدوث أعاصير حرارية صغيرة فوق منطقة تدفق الحمم البركانية الساخنة كان معنا من جزيرة لبالما موفد العربية إلى هناك ليث بزاري شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر